أعلنت أمانة عمان الكبرى اليوم أنه لا يوجد أي من كوادرها يعمل على تحصيل ضريبة الأبنية والأراضي والمثقفات في الميدان أو من خلال التجول على المنازل أو المحال التجارية والمؤسسات الأمانة أوضحت في بيان لها أن تسديد أي مبالغ مالية مترتبة على المواطنين يتم من خلال المراكز المالية التابعة لدائرة التحصيل في المركز الرئيسي في رأس العين ومراكز تحصيل وسط وشمال وجنوب وغرب عمان إضافة إلى مركز تحصيل مرج الحمام والتي استمرت في استقبال المواطنين حتى الساعة السادسة من مساء هذا اليوم بهدف التسهيل على من تتحقق عليهم ضريبة الأبنية والمثقفات السابقة والحالية لتسديدها وتجنبا لفرض غرامات عليهم حسب القوانين والأنظمة